اشتركوا في القناة تنسيق الوطنية للمعطلين مكوفين حامل الشهادات في إطار الاعتصام الذي يخضه هؤلاء المعطلون منذ يوم 26 شتنبر والذي كان من بين نتائجه المأساوية وفات أحد المعطلين نتيجة الإهمال الذي طال هائده الفئة قبل الاعتصام وأثناء الاعتصام وبعد الاعتصام بطبيعة البعض الاعتصام لا زال ما يفضل إلى الآن بطبيعة الحال نحن هنا من أجل مساندة المعطلين والتضامن معهم ومؤازرتهم وتعزيتهم في وفاة الفقيد من جهة هما والأسرة ديره والمطالبة بمحاسبة كل من تسبب في هذه الحادثة المأساوية من جهة وأيضا التضامن معهم ومساندتنا كجمعيات عاملة في مجال الإعاقة البصرية ومنظمة حقوقية في مطالبهم مشروعة التي تتمثل أساساً في التشغيل والتشغيل المباشر بعد أن نفدت كل وسائل الحوار مع الحكومة ومع أجهزات الدولة المختلفة منذ أكثر من ثمانية سنوات حيث أنه لم يشغل أي شخص على الإطلاق بعض الحالات الاستثنائية داخل منظمة المباريات العامة والتي كانت فلتات بسيطة جداً بهذه المسيرة للتعبير عن شجبنا للسياسات الإقصاء وهذه الفاجعة المؤلمة لذا يجب على الدولة المغربية أو لرئيس الحكومة المغربية والسيد باسيم الحقاوي التدخل العاجل في القادية العادلة ونطالب جبر الضرر لأسرة الشاهد والمطلب الثاني هو تشغيل فوري والاستثناء وهو التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية لماذا؟ لأن تفعيل القانون 7% للحكومة ما طالت في تفعيل هذا المرسوم وكذلك ننشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يشملنا بعفه والتدخل في قضيتنا حتى لا تصبح هذه الفئة عرضة للضياع والتشرد في الشوارع والحقيقة هذه الوزارة نسميها مقبرة المكفوفين الشاهد الأول ميلود الحمروي والآن صابير الحلوي فالمسيرة اللي تتشوفوا هي مسيرة وطنية ما هي إلا خطوة أولى على السياسة اللي تتنهجم عن السيدة باسيمة فبالإضافة الأكاديب اللي افتراتهم على هذا السيد هذا فتتقول أنه السيد يعني مات من طاحر هو مات يعني نتيجة الإهمال دياله يعني ما قالت أن السيد مات في الامبيرانس هو مات داخل الوزارة فهذه السيدة هذي إذا كانت بصح مرآة حديدية تغسط تحمل مسؤولية دياله وتخرج يعني أولوكو كانت مثلا كما تقولوا في دورة الحق والقانون كان خصتها تخرج وتقدم السيق على دياله لأن منذ سبع سنين وتسيدة هذي ما دارت ولو حلم على المكفوفين ولو منصيب واحد جابتوا الأشخاص المكفوفين فإذا سياسة فاشلة عنده فتدبير الميل في دياله خصتها تقدم السيق على دياله بالإضافة للإخوان ديالنا فهم المطلب دياله ومطلب مشروع اللي هو السيتناء يعني خلق السيتناء من طرف الحكومة وحق إيجاد حل شامل للجميع المكفوفين المعطالين لمصامدين في مدينة الريبار ودائما الدم ديال الأخ ديالنا تشبق حارة علينا وزاكية علينا والشهاد خلوصية والشهاد خلوصية لا تنسى لا تنسى اشتركوا في القناة لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هاتبريس